الكل ينتظر الإعلان القادم بعد انقضاء المهلة التي حددها تنظيم الدولة لإفراج الأردن عن ساجد الريشاوي والتي شاركت في التفجيرات الدموية التي استهدفت ثلاث فنادق بالعاصمة عمان في العام 2005 سلسلة حركات وفعاليات طلبت الجهات الرسمية بسرعة الإفراج عن الريشاوي ابتدأت منذ إعلان المهلة الأولى قبل يومين بأكثر من نقطة للاعتصام كان أكبرها اعتصام عشائر البرارشة على الدوار الرابع مساء الثلاثاء لينتقل بعدها المعتصمون إلى ديوان عشائر الكرك في دابوق ليلة الأربعاء وبعد انقضاء المهلة الأولى اعتصمت عشائر البرارشة وعدد من عشائر الكرك أمام القصور الملكية في دابوق لينتهي اعتصامهم بوعد الملك معاذ ابني وسأعمل على ضمان سلامته تنظيم الدولة أعطى مهلة جديدة بعد تصريحات الحكومة والتي أكدت فيها استعدادها التام للإفراج عن الريشاوي مقابل الإفراج عن الطيار الأردني معاذ الكساسبة الحكومة اليوم أكدت بتصريح وزير الإعلام أنها تتابع قضية الكساسبة على مختلف المستويات وعلى مدار الساعة مع التأكيد على أن الأردن مستعد لإطلاق الريشاوي مقابل استعادة الطيار وطالبت الحكومة بضمان يثبت أن الطيار الأردني ما زال على قيد الحياة قبل إتمام صفقة التبادل في حين قال رئيس مجلس النواب عاطف الطرونة أن السلطات الأردنية تراقب الحدث وأشار إلى أن الغموض الذي يتعامل به تنظيم الدولة يدل على عدم جديته بالتفاوض والوصول لعملية التبادل وأن الخيارات مفتوحة أمام السلطات الأردنية في جميع الحالات ولم تتوانى عن حماية حياة الطيار الأردني إذن لا مجال للتكهنات في هذا الظرف الذي يمر به الوطن والترقب هو سيد الموقف مصعب الأشقر لقناة اليرموك